فيما تكافح الأنظمة والدول لاحتواء شبح كورونا الذي يهدد سكان المعمورة بالفناء تبدو مؤشرات المعركة الوجودية غير متكافئة بين اليمنيين وكورونا ففي اليمن ويالي المفارقة ترفض المستشفيات استقبال بعض الحالات المشتبه بها تخوفاً من إصابة طواقمها الطبية بفيروس كورونا المستجد لا يعرف المرضى بمن يلوذون ولا إلى أين يذهبون بأوجاعهم بعد أن أوصدت المشاف أبوابها في وجوههم فقد توفيت تفلة في السابعة من عمرها وامرأة حامل في عدن بعد رفض مستشفيات العاصمة المؤقتة استقبالهما بحجة عدم امتلاك هذه المستشفيات أجهزة تنفس اصطناعية يحدث مثل ذلك في مستشفيات صنعاء المختطفة أو في غيرها ليس نتيجة القصور الحاد في الخدمات الطبية بلأنها تحجم عن فحص المرضى ومعاينتهم وهذا رأس البلاء فالمستشفيات الخاضعة لميليشيا الحوثي ترفض فحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا بحجة أنها لم تتلقى توجيهات من الجهات العليا وإن تم إسعاف بعض المرضى الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة فإنهم لا يتلقون المساعدة بالصورة المناسبة الفيروس تم اكتشافه له ثلاثة أشهر اليوم لم تسجل حتى الآن حالة واحدة في اليمن تم فحص حوالي ثلاثين حالة في كل من عدم وصنعاء للاشتباه ببعض الحالات وطلعت بحمد الله النتائج كل هذه وزير الصحة الذي يبدو غائبا عن الزمن ينفي وجود فيروس كورونا في البلاد التي تحتوي على أقل من ألف استغانة أكسجين وخمسة وعشرين مليون إنسان مهدد بهذه الجائحة شهد اليمن حضورا مبكرا لأكثر الأوباءات فتكا وعجز عن مواجهتها كحم الضنك والكليرا وأنفلونز الخنازير والدفتيريا وداء الكلب وشهد البلد حالة وفاة عشرات الألاف دون أن يشعر بمعاناتهم أحد أمر يدفع بالكثير للتحذير من تفشي كورونا في اليمن فهل يعفي هذا الفيروس اليمنيين من جائحته مكتفيا بما يعاني هذا البلد المتعب من ويلات الحرب والفقر والأوبئة التي تضرب البلد منذ خمس سنوات أم أن وعده لا يزال مؤجلا